مع كامل احترامي لرؤية جميع الأسعار يمكن يعني يمكن أستاذ محمد شايف الأسعار أو يعني شايفها من منطق الصحفي دايما الصحفي بيبقى دايما عنده حتة نقل الواقع أنا كراجل دارس اقتصاد ممكن يبقى العكس تشخيص الواقع يعني بيحب دايما عارف مثلا ديك مثال بالجراح أنت لما تروح لدكتور وعندك حد غالي عندك بيعمل عملية بيقوم يوقف قدام مثلا جهاز الأشياء وقولك ايه أنا حقتها على الرجل دي ووصلها بالودان وفتح فتحها على الرجل انت قلبك بيوجعك من كلامه بس هو شغلته كده فأنا شايف أن الانفلات اللي حصل في الأسعار هو مرتبط بالتعوين آه فيه تجار جشعين بس فيه تجار مش جشعين فيه انفلات في حاجات معاناة بس فيه حاجات فعلا هي كانت بعشرة لعلى التاجر بقت بعشرين فالألم عامل زي جرعة العلاج الكيميائوي وكل المؤشرات اللي طلعت خلال تلات يام اللي فاته بتقول ان الكلام ده صح يعني لما لقي الإيكونوميست اللي هي يعني أنا مسميها مرتبوا المصريين يعني عداء رهيب كانت معانا ومع ذلك نحترم رأيها إيكونوميست لما تطلع تقولك ان مصر من أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم بعد التعوين ده تفاقد يعني خدنا العلاج الكيميائوي بس استفدنا حاج لما اسمها بلومبرج تطلع تقول على السياحة ان احنا من أفضل 20 مقصد سياحي في 2017 برضو حلو روسيا اليوم لسه متكلمة عن الموضوع ده فطبعا الأسعار ده بحانة ومحتاجة ضبط وربط بس اللي بيحصل ده عبارة عن جراحة قطع رجل قطع حاجة يعني من صعب قوي قوي بس كان بقالها 30-40-50 سنة مؤجلة أنا ده تقييمي